متابعي قناة شاهد فيديو انتشر فيديو لبنت الفنينة فيفي عبدو عز ميجاهد بالرقص والفرفشة تبتدي حياتها على نهج والدتها تابعونا في الفيديو ولا تنسوا ابداء رأيكم ودعمينا عبر الضغط على زر لايك واشتراك عز ميجاهد فول لو انقسمت نصين هكذا يمكن توصيف الفنانة الصاعدة عز ميجاهد بنت فيفي عبدو فقد حملت نفس ملامح والدتها وكأنها نسخة مصغرة منها في عز شبابها عز ميجاهد بنت رجل الاعمال المصري حسين نامي جاهد الذي كان صح بالملها الليلي الذي كانت تعمل فيه الفنانة فيفي عبدو وهي من مواليد 12 ابريل سنة 83 يعني عندها 33 سنة الان وهي بنت فيفي عبدو كبيرة قدمت عمالين فنيين فقط خلال حياتها وبدأت مشورها الفني عام 2012 في دور صغير في مسلسل اكيد النساء عز تعرفت على زوجها محمود الديسوي بطريقة تقلدية جدا علشان بتربطها بينها وبين عائلة زوجها علاقة صداقة بعد كده خطبها وتجوزها وانجبت منه بنتها شحط وقالت ان هي ما ورستش من امها آآ طريقة رأسها او موهبتها في الرأس لان هي حتقدم ادوار برضو ما فيهاش اصارة ولا اغراء في مرة قالت عز مجاهد ان الفنانة فيفي عبدو والدتها ارغمتها او اكبرتها على الزواج مبكرا وهي لم تكن تريد ذلك في 2017 تفاجأ الجميع بخبر وفاة محمود الدسوي زوج عز مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبدو وذلك نتيجة هبوط عام في الدورة الدموية محمود الدسوي زوج عز مجاهد كان بيشارك الفنانة فيفي عبدو كتير من اعمالها اخرها كليب انا حرة ما بحبش درها لانه كان بيشتغل منتج ورجل اعمال كمان انه عنده من زوجته عز مجاهد بنته اللي بتدع شهد وكمان بتدرس في الجامعة الامريكية في 2014 حدث حدث كبير جدا اصار موجة من الغضب والسخرية بين الشعب المصري لما حصلت الفنانة فيفي عبدو على لقب الام المثالية من نادي الطيران ساعتها تحقرد التافي في عبدو الكثير من الانتقادات والهجوم وكانت مرمى لاي حد عايز ينتقد ساعتها ظهرت عز مجاهد علشان تدافع عن امها وقالت ان هي بتفتخر بها وبتكرمها كامة مثالية واضافت عبر صفحتها على موقع التواصل اجتمعي للفيسبوك وقالت اوجه الشكر لكل من كتب كلمة طيبة عن امي واقول لكل من اعترض ادعو الله ان يبقى لكم امهاتكم ويحفظهن لكم. وقالت انها بتتمنى ان تكون امهاتهم قد ربتكم مثل ما امي ربتني. ساعتها طلعت الفنانة سماح انور وكشفت سر ليه فيفي عبدو حصلت على جايزة الامة المثالية. ساعتها قالت على حسابها ان فيفي عبدو حصلت على جايزة الامة المثالية من نادي الطيران كان بسبب فتاة فتاة يتيمة تركتها الراحلة تحية كاريوكا لفيفي عبدو وهي ربتها ومؤسرتش معيها ابدا. علشان كده تم تكرمها من اجل هذه الفتاة اليتيمة. لكن كان في جهة تانية في مصر كانت بتنتقد الانتقادات اللي كانت بتوجه لفيفي عبدو. واكدوا انها مثل باقي الامهات تعبت في تربية ابنائها لذلك يجب احترامها. في شهر اتناشر السنة اللي فاتت امدت الفنانة فيفي عبدو بموقف غريب. حيث رجعت للرقص مرة اخرى وعملت حفلة في ليلة راس السنة. وكانت للأسف ملتشى لكل الناس. مش بس كده تعرضت الهجوم معنيفة على شكلها ولبسها وسنها. وبصراحة ما فيش حد مع اللقشي عليها. لكن كالعادة بتتصدر لهم بنتها عزام جاهد وبتعلق على خبر عودة والدتها للرقص مرة اخرى. قالت سعيدة عزام جاهد بنت فيفي عبدو ان والدتها لما تستشر احد في قرار عودتها للرقص من الاساس. مشدد على ان والدتها ليست في حاجة لمن يشجحها على العودة للرقص. فمحبيها على الانستجرام هم من حفزوها على هذا القرار بتعليقاتهم الايجابية على مقاطع الرأس التي كانت تنشرها بحسب ما قالت. بعد مساندة عزام جاهد لولدتها عملت في في عبدو مؤتمر صحفي وقالت انها في الاساسة ما اعتزلتش الراس وان هي هتفضل للرقص لغاية لما تموت.